السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب تكون في خير شيخنا الفاضل الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب أنا كل المسلمين شيخنا أنا كنت عايزة أسألك في موضوع عن الطلاق أنا اطلقت مع زوجي المرة الأولى طلقه بالأوراق يعني موثوقة وكل شيء بعدين قبل العدة رجعني زوجي بمأزون وشيوخ وكذا المرة الثانية كان زعلان غاضب طلقني ثلاث طلقت في موضع واحد قل لي مطلقة 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 ثلاث خطرات في موضع واحد بعدين رجعنا من غير مأزون يعني رجعني عادي بعدين يا شيخنا أنا كنت عزك الله كنت حائد في التليفون كنا تشاجرنا هاتفيا قال لي مطلقة مطلقة قل لي طلقني قل لي مطلقة مطلقة الآن هل هذه الطلقة الثالثة أنا محرمة عليه شرعا يعني إشكالياتك في أنه طلقك في الحيض الطلاق واقع ولا تحلي له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره بنية استدامة المعاشرة في انقدر وطلقك الثاني بعد الجماع حللت للأول بعد انقضاء عدتك وطلاق المرأة في حيضها واقع عند العمة الأربعة وعلمائهم المالكية والأحناف قبلهم والشفعية بعدهم والحنابلة بعد كذلك الطلاق واقع والرأي الذي يقول بعدم وقوة الطلاق في الحيض رأي شاذ شيء فضلت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يا أختي قلت لك الأهم الأربعة على ما ذكرته لك وعلماؤهم ورأي ابن تيمية رأي شاذ في هذا نعم إذا طلق في الحيض يأثم لكن الطلاق واقع قال ابن أمر حسبت علي تطليقة جزاك الله وخيراك لا تحلي لو لا تعيش في الحرام لا 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 مش عيشة أنا حكي ترجمة نانسي قنقل صفحته شكرا